اليوم تابع الجزائريون كثيراً قضية التسريبات الصوتية لمكالمات بين صف ضابط السابق عبدالقادر تيقة ومن جهة أخرى صف ضابط آخر على ما يبدو أنه يترأس مجموعة هذه المجموعة متخصصة في الإغتيالات ورائحة تتواجد في أوروبا من أجل استهداف جزائريين وأيضاً الطرف الآخر لطفي نزار وهو نجد خالد نزار الجنرال ووزير الدفاع السابق وطبعاً هذه التسجيلات هو القليل من الكثير وأنا أيضاً عندي تسجيلات وبعض الإخوة قالوا لي لماذا يعني ما عرضت لنا هذه التسجيلات نقول لكم عندي تسجيلات وأرسلهم لعبدالقادر تيقة شخصياً وهذه أحدهم مثلاً نشوفوا هذه مثلاً وهذه رأي هنا في المكالمة هذه وهذه أرسلها لعبدالقادر تيقة في أربعة جنوبي وكاين ثانية شكراً موسيقى 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 المهم هذه أيضا فيها عشرين دقيقة هذه المحادثة الأولى أيضا فيها تقريبا تسعة عشر دقيقة وشوية بضعة ثواني المهم هذه كلها وهذه أرسلت لي في أربعة جنف وهو نفس اليوم اللي كان فيه هشام عبود يتواجد عند الجهة الأمنية اللي حققت معه في هذه القرية المهم هشام عبود ره دار مداخلة أعطى كثير من التفاصيل هو أدرى بها على فكرة أنا قلت لكم أنني كنت أتواصل مع هشام وهو اللي يحكي لي وأتابع هذا الموضوع معاه مباشرة وهو الذي كان يتابع الأمر مع عبدالقادر تيك على كل حال بيخذ النظر على ما يقال هنا وهناك وكذا ما يعني آلمني شيء واحد هو واقع المخابرات الجزائرية راي وصلت إلى هذه الدرجة أولا مخطط قد بالحملاوي هذا ودراهم وكذا وكذا وديره مخطط لتصفية شخص ولا اختطافه كان هو يتابع معكم العملية يعني عجيبة عجيبة وغريبة لم تحدث يعني ما هو السيناريو قريف الأنترنات ولا شيء من أسمعه من مجاهيل ولا أي شيء من هذا القبيل شيء أراه وأسمعه وحتى اللي يحب يتأكد من صوت لطفي يروح يتأكد موجود موجود على الأنترنات فيديوهات المهم المشكلة الأساسية المشكلة الأساسية هي هذا هو الواقع اللي وصلت له البلاد الجزائر ما بعد الحراك من المفروض تتعامل مع الجزائريين بصدر رحب كل واحد يعبر على رأيه بصدر رحب أين المشكلة؟ للجزائر تسع الجميع تسع الأراء كلها ما هي المشكلة عندما نختلف وجهات النظر؟ لماذا تعتبر رأيي مؤامرة عليك؟ وأنا أعتبر رأيك أيضا مؤامرة عليك هذا الأمر رهداء موجود إلا عند الجزائريين سواء في النظام النظام ينظر إلى المعارضة نظرة خيانة والمعارضة تنظر إلى النظام نظرة تخوين والمعارضة تنظر إلى المعارضة بالتخوين تقول كلمة يجيك واحد معارض يحط نفسه هو الرسول عليه الصلاة والسلام أو أنه صحابي جليل لا يخطأ وكلامه يعلى على الجميع بمجرد رأي وعنده آلاف يتابعوه في الفيسبوك ولا في اليوتيوب